موساكم الله بالخير نرحب أيضاً بالمستشار التحكيمي للبرنامج الكابتن محمد فودا مساك الله بخير أبو فهد أبو فهد ألو أسعى الدقيقة 43 دخول على منطقة الساقة اليسرى لا الله يزلمك بس حبينا مسي عليك ارجع ارقد آه طيب ونرحب أيضاً عبر الأقمار الصناعية من القاهرة الكابتن سمير عثمان ازيك كابتن معلش أنا بس أخلص الملوخيل في إيدي وهفضلك حالاً ملوخية طيب الحق ما يخلص الملوخية آه هناك سؤال يتداول في الساحة يقول لك ليش نادي السعف المركز الثامن ليه بالله يشوف يا أخ حديد وليد واللي يرحم أمك وليد وليدي يرحم أمك هذا الله قدرنا عليه حاولنا لكن ما قدرنا نعم صحيح أو زي ما قلت لك يعني عياناً لما نوديهم النخل يرقون يخرفون نعم وش نخرف هذه يعني يخرفون يقطفون أخلاص الشيشي الرزيز لحظة يا أبوي لحظة أنا قنا نتكلم عن كرة القدم ايه وهذا أنا أقول لك نصعد نخلا بالقدم ونقطف لحظة يا مسلم وش ده من جابة ذا يا عيال لو سمحت يا أبو بدر قول للمغرز هذا اللي جنبك هذا بلا خلاص حسا بلا بهن أقول عجو المدينة وبس احترم نفسك واسكت وخلك انتو يا عجوتك أبو فهد أبو فهد صال عن نبي بس أمسح أقول لك أفسك بقى هذا أنا أقول لك اسكت وخلكم محترم أنا محترمك وعلى رأسك خاص ارجع ارجد معلش معلش ارجع ارجد طيب اللي جنبك دوت عايزين شوية تامر عشان خاطر رمضان كل سنة وانت تعيد سعاد سعاد يا رب الصدر موانش دخلني في سعاد ولا تامر ولا مدل وش شو هذا اطلع صلات الجمهور قني سبع طلات الجمهور اطلع هلا اسأل مغرزة جنبك فيه توسي طلبات ولا لا والله شوف يا يا أخ وليد طبعا الاخلاص احنا ما نوصل أقل من 50 كيلو ما نوصل لأن هذا الاخلاص أفضل أنواع تمور الاحساء وهذا معروف تمور الاخلاص عرفت شلو بلا شيشي بلا ميشي انت اسكت عجو المدينة ولا لك شغل قل له يا وليد قل له أنا محترمك لعدد كبير وشايد بنص القانون المدى 72 بيقول لك عجو المدينة اقول لك اسكت ولا علي من خزنا الموية اسكت اخلاص بالفين سكتوا يا وليد سكتوا يا وليد بلا عجوة خمسة الاف ستة ستة الاف الاخلاص ستة الاف من يقول زود من يقول زود سبع الاف الاخلاص سبع الاف سبع الاف ثمانية